أنت توليت مناصب كبيرة أو كنت ولفيت قرات العالم كلها وحكمت فيها كاس عالم كاس قرات وكاس أسيا وكاس أمم أوروبية وكاس أمم أفريقية بسم الله ما شاء الله أنت ليه ما دخلنا ما اخترقش ضمن اللجنة الفنية في الاتحاد الأفريقي مثلا هل السبب فيها بيبقى هنا من الاتحاد المصري والله هل ما عرف كبيرة أنا بحثت وسألت قالوا لك إيه فتقال لي أنه عيسى حياته رئيس الاتحاد الأفريقي يواخد موقف منك ومش طايق يشوفك في الاتحاد الأفريقي ليه ما عرفش طب السبب إيه ما عرفش مين كان رئيس الاتحاد ساعتها هو عيسى حياته لا رئيس الاتحاد المصري كان مين لا كتير طب هل ما يأثروش على إيه حياته كان مركز الاتحاد الأفريقي هده موجود في مصر ما هو ده كبير مصطفى اللجنة أقول لك عليه أنه أنا مش عارف إيه ليه أنا مش عارف على فكرة بالأرقام هي مجملات مثلا معرفش هي بالأرقام أنا بالنسبة للكاف وأعتقد كان معاك ضيف هنا المهندس مصطفى فاهمي يا السلام حاجة جميلة ويعني شخصية ديلا حاجة مشرفة عنده على فكرة عنده معلومات كتير عن الأمور ديت بالأرقام أنا أنا محقق أرقام بالنسبة للكرة الأفريقية من سنة 57 لغد وقت في التحكيم الحمد ولم حاجة قصرها يعني فرانكينج رقم واحد هل ما أنا هنا برضو النقطة اللي عزك كلم عنها هل تأثير لاتحاد المصري كل قدم مع الاتحاد الأفريقي مش مفوض ببقى فيه تنسيق لازم يمكنه تأثير طبعا طيب ما أنا ما دلنا بنقوله يبقى حصل فيه مجاملات بتحصل مجاملات وحنا شايفيني أن التحكيم الأفريقية عمل إزاي دلوقتي على المصوى القارة الأفريقية مساء قدرت مصطفى أنت يعني إيه انتاجتلي على نقطة لا بش نقطة إحنا بس ده من وحد الموضوع للناس لا منعلم انتاجتلي على نقطة أنا أنا كل اللي قدر أقوله فيها أن ما فيش حد بياخد كل حاجة أنا بحمد ربنا بشكره على وجودي في الملعب كحكم هل الشخصية ممكن تخلق حكم كويس؟ طبعا أساسي أنا بالنسبة لي أساس في التحكيم والشخصية أنه العمل الأساسي في نجاح الحكم والمقولة اللي أنا بقولها وهفضل أقولها لغاية لما يتوفان الله أنه شخصية الحكم ما بتتغيرش من ساعة ما يدخل التحكيم لغاية لما يموت وهو حكم إذا كان حكم عنده شجاعة ما بيخافش هيبقى مسؤول شجاعه ما بيخافش هيبقى محاضر شجاعه ما بيخافش هيبقى محلل في التلفزيون شجاعه ما بيخافش ما بيتأثرش بالضغوط ولو عكس كده الأمور دي ما بتطلق يعني هي الشخصية من السماعات اللي موجودة في الحاكم الشخصية ومعها بعض الحاجات التانية هي العامل المحوري في انت محتفظ بكرامتك يعني بمعنى أصعر